احنا اليوم فنانتنا او ضيفتنا هي من الفنانات اللي تنقلوا بين عدة دول عربية لكن في كل دولة كانت تترك بصمتها البصمة الفنية تبعتها كانت مميزة جدا واحنا اليوم معانا الفنانة نتاشا زهير اللي معاني عشان تحكي لنا اكتر عن هاي البصمات وكيف حست بالفن وكيف عاشت الأجواء الفنية صباح الخير صباح الخير كيفك؟ تمام الحمد لله ممنيحة؟ اه تمام احنا اليوم معاك نتاشا عشان نحكي اكتر عن الفن اللي عملتيه وعن تأثير التنقل اللي انت تنقلتيه بين الدول كيف اثر عليك فنيا فبدي اكتر هلا احكي معاك او انت تحكي لنا عن نبضة عن حياتك كيف كانت بشكل عام اه انا تركت المدرسة بكير وتجوزت امري كان 18 سنة وبعدين طلعنا ع بيروت انا وزوجي والتحقنا بالمقاومة اه انا برسم من انا صغيرة يعني بالابتدائي وانا برسم بس لما روحت ع بيروت اه كانت المقاومة وكنا باطار منظمة التحرير اه تعرفت وشفت كنت صغيرة لسه يعني 19 سنة هيك ببداية يعني هيك نضوجي وهيك اه كتير شفت بوسترات وفنانين وفن ودور الفن بمواكبة اشكالات الناس واشكالات السياسية وكتير جذبني موضوع البوستر وبلشت اتعلم هلأ ببيروت لما صار الاجتياح كنت عم بتعلم اخراج صحفي وبطل فيه مخرج بالجريدة لانه الحرب كانت والحصار والقصيف والهاي فانا اول جريدة مسكتها كانت جريدة العودة لشبهة الديمقراطية باثنين وتمانين اخرجتها وضليت مستمرة باني اخرجها لاخر يوم يعني لما انتهى الحصار وبعدها خلاص صار ترحيل المقاومة ضليت انا لانه كنت تحامل وجبت ابني التاني مكسيم وكل الناس راحوا ضليت لحالي وصارت صبرة وشتيلة وهربت بعد صبرة وشتيلة يعني هربت هروب استنيت يا لتسير بعدين هربت استنيت لتسير شو بدي اعمل كان معي بيبي وطلعنا كان عمر مكسيم عشرين يوم وطلعت ومشي الحال يعني الحمد لله انه قدرت اطلع كان كتير حواجز وكتير كان الوجه متوتر هذا في بيروت فهاي المرحلة الاولى من حياتي اللي هي بيروت اللي كانت مرحلة جدا جدا جميلة وجدا ملهمة وجدا حزينة كمان لانه كتير خسرنا ناس ورفاق اشي راح لهم اجرين اشي راح لهم ايدين اشي استشهدوا اشي ضلوا والحياة بتمشي طلعت من بيروت ع الشام هاي المرحلة الاولى روحت ع الشام بعد بيروت طيب بالشام كيف كانت كيف تستمرت مسيرتك؟ هلا بالشام مع انا تعلمت اصير مخرجة بالحصار يعني تحت ضرف صعب جدا فبالشام صرت مخرجة عمليا يعني كنت فصرت اخرجة مجلة الحرية واشتغل هيك نشرات صغيرة واشتغل بوستر يعني بلشت بموضوع البوستر اللي كنت معجبة فيه جدا ببيروت وكنت مشاهدة بلشت اسير بسوي بوستر وبالشام يعني اشتغلت يمكن اربع خمس بوسترات ومجلة الحرية بعدين انتقلت ع تونس تونس بلشت ارسم رجعت ارسم وعملت اول معرض الي انا والفنانة لطيفة يوسف هي اللي شجعتني هي صديقتي وهي فنانة طبعا كانت مشهورة اصلا يعني ومعروفة كتير اكتر مني يعني انا كنت يعني ولا اشي لسه وعملنا معرضين معرض مشترك بس انا معرض وهي معرض لحال بمكان كتير مهم اسمه طاهر طاهر ايش والله يروح انبالي هذا بال91 بتونس وكان معرض كتير حلو وناجح يعني بالمقايز وكانت هاي البدايات يعني وكانت هاي بدايتي باني اقدم حالي كفنانة تشكيلية اوه بتونس بعدين انتقلت لرمالة اذا مش غلطانة هلا بعد تونس اجيت ع العمان عشت تقريبا تلت سنين بعمان وبعدين صارت اوسلو وصارت رمالة ممكن نروح عليها الحلم اللي كنا نفكر انه مستحيل انه نشوف فلسطين وهيك فما قدرتش اضني بعمان ورحت على رمالة شوفت صورة لغزة على التلفزيون وقلت خلص بدي اروح رمالة ورحت وعشت برمالة سبعة عشر سنة ادي عشتي هناك سبعة عشر سنة سبعة عشر سنة وهناك طبعا انت عملت اشي كتير مهم بمتحف محمود درويش مصبوط صحيح يعني هو كان انا بالنسبة لي اهم شي عملته بكل هالرحلة الطويلة هاي اللي رحلتي مع فلسطين انا لانه انا معانية شرق اردنية يعني ولتحقت بي فبقول دايما انا دمي اردني وقلبي فلسطيني فكان يعني كتير حلو انه كان اتيحت ايلي الفرصة بانه انا اكون لصرح الثقافي المهم مهم جدا اللي هو متحف وحديقة البروة متحف محمود درويش وكنت ديزاينر رئيسي وكنت مشرفة على العمل وكنت يعني من حفر الابر تاع محمود درويش الله يرحمه لتم افتتاح المتحف اديش حلو الموضوع صراحة كتير كتير ممتع انا بحسدك على الموضوع كتير حلو عن جد طيب فيه كمان انتي اكتر كنت ديزاين اكتر من فن لكن زي ما كنا نحكي سابقا انه والدتك كانت من الناس اللي كتير شجعوك على الفن وكانت واحدة من الناس اللي دفعوك ونموا عندك الموهب الفنية صح ولا لا اه طبعا صح مزبوط من بدايتك كانت مساعدة والدتك لإليك بالموضوع الفن كيف شجعتك؟ امي كاتبة ومفكرة مش بس كاتبة يعني امي مرة عندها ايدولوجية مو محددة وفلسفة معينة بالحياة يعني هي ربتنا مش بس يعني علمتني او خلتني احب الفن خلتني اعرف كيف افكر يعني اشوف العالم من زاوية مختلفة يعني لما كانوا البنات بلبسوا باتباهوا من وين يشتروا اوعيهم مثلا يعني احنا كنا نتباهى اكم كتاب ارينا اكم معرض شفنا اكم يعني فعشت بجاو بيهتم بقيم حلوة وهي كانت انساني رؤوفة جدا وحنونة جدا يعني كيف تتعامل مع الموضوع الدنيا كلها كتير بنا جواي مفهوم حلو انا بعتبره يعني وبحبه بالحياة اذا انت تربيتي وانولدتي بيه بيت مشجع للثقافة وللفنة صحيح وكانت ميولكم اكتر ثقافية من ميول وجوه يعني ولبس وستايل وحتى المدرسة انا هربت بدري من المدرسة يعني مع انه انا ابوي يخريج جامعة وجدي يخريج جامعة بس انا شخصيا خلص اخدتني عوالم اخرى طب بنا نروح احنا هلأ للموضوع تبعنا الاساسي نقدر نحكي كمان بالفقرة هاي اللي هو معرضك معرضك كمان اسمه على اسم والدتك اه طبعا زهرة مظبوط طب احنا هلأ شوية بنا نشوف كمان شوية صور عن المعرض اه رح يباينو معانا طب حي الشاشة اكيد طب احنا كمان نحكي عنو واحنا عم نشوفه طبعا المعرض كان بالفحيس اه وهو عنوانو بي انا في قلب الله والله في قلبي شو بيهدف المعرض اول شي هو السلوغان اللي انا في قلب الله والله في قلبي بدي اقولانو انا الله بيحبني كتير يعني وأنا بيحبه كتير يعنى في يمكن خطر ب ‫بالي قدام كل هالعنصورية وقادام كل هالحركات التكفيرية وقدام هالدبح اللي منشوفه ها اه اقول انو لا يعنى مش ممكن يعنى بالزب يعنى إلا انو ما يكن رأوف فيي ها الله بيحبني يعنى بحبني انا كبشر بيحب كل البشر فهي دعبة للسلام، للهدوء، هاي اسمها العنقاء وهاي آلهة الحكمة. اختيارك كان كله للنساء بالمعرض، والتقنيات اللي استخدمتيها الفنية بنقدر نحكي فيها رف يعني هي مش ناعمة، فرشايتك كانت ضرباتها شوية بنقدر نحكي ضربات رف يعني. فأنت ليه اخترتي هاي التقنيات بالرسم؟ بالله أقولك الحقيقة هي اختارتني مش أنا اخترتها. فأنت اه يعني مشيتي مع المسارها يعني كيف حصيتي؟ خلص ببلش أرسم يعني لو حب يعني مجرد ما أبلش فيها هي بتاخدني لعلمها، اللي هو بيكون جواي طبعا بس بدون ما أدركه 100% طيب هلا السؤال الأخير قبل ما نختم الفقرة بأسألك المعرض لسه قائم؟ اه المعرض بخلص مفروض 13 الشهر حسب ما أعلننا عنه، بس احتمال نمدده للتنين يعني لسه في ناس عم تيجي وتحب تشوف وكذا فاحتمال انه نمدده كم من يوم. موجود بالفحيس؟ بالفحيس، بالبلدة الأديمة جنب معرض الزوادة، مطعم الزوادة. طيب أوكي، وأنا كثير بشكرك على وجودك معنا طبعا وإن شاء الله الكل يحاولوا يروحوا يشوفوا المعرض ويستمتعوا باللوحات الموجودة فيه ويتعمقوا فيها. اشتركوا في القناة